وفي المكان الفلان لا طبعا لكن ربنا هيسبب سبب عجيب جدا واليوم ده اسمه هيبقى اسمه يوم الخلاص يا سلام شوف ايه احفظ بقى الاسم ده هيبقى اسمه ايه يوم الخلاص احنا اوه حد يقول احنا طولنا في موضوع دجال الموضوع خطير يا جماعة ده نابي بيقول ده اخطر واتبر فتنة على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام وإلى ان يرف الله الارض ومن عليه فالموضوع خطير ثم كده انا بقى عمال افصل فيه مش بطول متعمد ابدا والله انا بحاول بقى امكان ان نفصل الموضوع عشان المسلمين يبقى الصورة واضحة جدا بالنسبة لهم ما فيش اي لبس في اي موضوع ويبقوا عارفين ازاي يستعدوا لهذه الفتنة وازاي يعتصموا بالله وازاي يعتصموا بايمانهم بالله سبحانه وتعالى يبقى اكيد فيه موجود في الوقت ده بتاع الدجال ده بتاع زهور الدجال اكيد فيه ناس وحشة اكيد طبعا الناس كتيرة جدا جدا كويسة موجودة في مكة وفي المدينة لكن اكيد في وسطهم بعض المنافقين اكيد ده في اي مجتمع وفي اي مكان طيب دولة يخرجوا ازاي لما الدجال ما يقدرش يخش المدينة وهم ممكن ما يعرفوش ان الدجال برا المدينة ما هو برا المدينة وهم جوا المدينة هم يعرفوا منين ان هو برا مش يعرفوا طيب ولو حتى يعني الدجال اللي حاول يوصل لهم مش يعرف يخش لهم طب ايه اللي يحصل ربنا يسبب حاجة معينة تحصل في مكة والمدينة فقط في الوقت ده علشان المنافقين دول كلهم يخرجوا للدجال ويتقابلوا معاه ويتبعوه ويمشوا وراه ايه الحاجة ديت تخيل حضرتك ايه اللي ممكن يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه تعالى يطلع بعض الناس على قلوب الناس المنافقين دولت فيروحوا قبضين عليهم ويروحوا تردلهم برا المدينة ممكن ممكن لكن مش يحصل هل ممكن مثلا ربنا سبحانه تعالى يرسل ملك فيكتب على جبين كل منافق موجود في مكة او في المدينة ان ده منافق فالناس تعرفهم فيروحوا تردلهم من مكة ومن مدينة ممكن يحصل بس برضو مش يحصل وما اللي اللي يحصل اللي يحصل بكل بساطة بس بعد ما تصابع الحبيبك صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه تعالى هيأمر الارض ارض المدينة وارض مكة ان هي ترجف حاجة زي الزلزال كده تلت هزات تلت زلزلات تلت ايه رجفات كده يعني خبال حضرتك تلت هزات ارضية تحصل في مكة وفي المدينة العجيب في الموضوع ان لما تحصل التلت هزات ديت التلت هزات بامر من الله سبحانه تعالى لا تصل الى اي واحد مؤمن موجود لا في مكة ولا في المدينة ركز معي ام الفاضلة مش هتوصل اي هزة من هزات ديت لا اي حد مؤمن لا في مكة ولا في المدينة الارض نفسها عمالة تتزلزل من تحت اقدام المنافقين وبس فالمنافق الارض بتتهزل من تحته فبيجري فتروح الارض عمالة مهززة من تحته فيجري تفضل الارض تتتبع كل خطى المنافقين وتطردهم لحد ما توصلهم لباب المدينة فيخرج ويمشوا مع الدجال فترجع الهزات تسكت خالص وما بقاش فيه ولا هزة لا في مكة ولا في المدينة وبالوقت دوت يبقى كل اللي موجودين في مكة والمدينة مؤمنين خالصين مخلصين مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى واللي خرجوا دولت هم المنافقين اللي هيمشوا وهيتبعوا الدجال ايه الدليل على الكلام اللي انت بتقوله ده معلش عشان برضو ايه المسائل تبقى واضحة مش عايزين اي كلام كده يعني تنام تسرح بموضوعاتهم اي القصة كده لا ده كل ده بقى حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رؤى البخاري ومسم يعني في اعلى درجات الصحة تمام كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا صياطئه الدجال الا مكة والمدينة خد بالك وليس نقبل من انقابها الا عليه الملائكة حافين تحرسها فينزلوا بالسبخة فترجف المدينة خد بالك بقى فترجف المدينة يبقى الرجفة دي كلها فين في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فترجف المدينة باهلها ثلاث رجفات يبقى الزلزلة دي موجودة فين في مدينة الحبيب المصطفى عشان كده النبي بيقول ما نستطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت بها تقدر تعيش في المدينة عيش في المدينة وموت في المدينة وربنا يا رب يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعصمك من فتنة الدجال ببقاءك في المدينة بفضل الله مكة والمدينة مكة والمدينة لكن خصوصا المدينة طبعا دي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم والقلوب تهوا إليها فانت لو أعدت في مكة تعصم من الدجال ولو أعدت في المدينة تاخد حكتين بقى تعصم من الدجال وتحشر مع سيد الرجال يوم القيامة صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة أنا وحاولي دفناء البقيعة خد بالك يبقى إذن إيه؟ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق الله حديث تاني رواية تانية بقى عند ابن ماجة بسندين صحيح فيها توضيح أكتر شوية إن النبي بيقول إيه؟ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات خد بالك فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه يعني إلى الدجال فتنفي الخبيث عنها يا سلام يعني المدينة تنفي خبثها كل إنسان مش كويس ربنا بيسبب له سبب عشان يخرج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلاقي مثلا واحد عايش مثلا في المدينة بقاله 15 سنة لو هو إنسان كويس هيعيش ويكمل بيت حياته ومش معنى كده أن كل واحد خرج من مدينة وحش يا جماعة لحسن حد إيه فهم غلطوا لي يا تبدأ أنا كنت شغال في المدينة بقى وخرجت من مدينة بقى أنا إنسان مش كويس لأ وإلا لو تكده سركونه كله في المدينة دي يعمل مشكلة لكن المقصود إيه المقصود أنه فعلا قرب قيام الساعة لو إنه كان عايش في زمن الدجال في زمن الدجال وخرج من المدينة بسبب تلك الرجفات فالمدينة تنفي خبثها قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكيرو خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص إذا اليوم ده اسمه إيه؟ يوم الخلاص عشان لما أجسألك أقولك إيه هو يوم الخلاص؟ قل لي يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه تلت رجفات في المدينة ركزوا معادي معلومات ممكن تكون جديدة لكتير من المسلمين هيبقى يوم الخلاص هو اليوم اللي هيحصل فيه تلت رجفات في المدينة المنورة تتتبع الرجفات والزلازل دي تتتبع أقدام المنافقين تفضل تطردهم من المدينة حدا ما يخرجوا يقابلوا حبيبهم بالحضن يوموا خارجين مع الدجال وعايشين مع بعض بقى كده إيه؟ ومقادلاتهم ربنا يعني سهل لهم الحلم قيل فأين العرب يوم إذن يا رسول الله؟ قال هم يوم إذن قليل يا سلام طيب الدجال بعد ما يقس إن هو يخش مكة والمدينة خدوا بالك ومش يحاول محاولة واحدة بس ولا اتنين ولا تلاتة لا ده يعني نفسه طويل قوي قوي فوق ما تتصور ده يحاول مرة واتنين وتانين